رابعاً قاعدة القيد المزدوج Double Entry Rule or Method هذه القاعدة تؤكد لنا على حقيقة هامة نلاحظها من خلال الكلام عن معادلة المحاسبة واستخدام الحسابات نلاحظ أن العمليات كانت دائماً لها نعين من التأثير إما أنها أثرت بالزيادة أو أنها أثرت بالنقص كذلك عند كلامنا عن الحساب قلنا أن له جانبين جانب أيمن وجانب أيصر واستخدمنا الجانب الأيمن واعتبرناه الجانب المدين واعتبرنا الجانب الأيصر هو الجانب الدائن إذن نحن نلاحظ على كل ذلك أنه توجد ثنائية لكل عملية مالية إما أنها تؤدي إلى الزيادة أو النقص هذه الزيادة أو النقص إما أنها قد تكون مدين أو دائن إذن هناك باستمرار عنصرين أو جانبين أو تأثير مزدوج بناء على ذلك فإن قاعدة القيد المزدوج تقوم على أساس أن لكل عملية مالية لها طرفين متساويين في القيمة كنا نلاحظ دائما أنه إذا حدثت زيادة بمبلغ كان لابد أن تساوي هذه الزيادة النقص الذي حدث في عنصر آخر ولكن القيمتين مختلفتين أحدهما زيادة والآخر تخفيض أو كما نسميهم نحن بقى في مجال علم المحاسبة مدين أو دائن بدلا من التعبير عن كلمة زيادة أو نقص نقوم نحن في مجال المحاسبة بالقول بأن هذه العملية لها أثر مدين ولها أثر دائن إذن هذه القاعدة تؤكد أن كل عملية مالية لها طرفين أو لها جانبين أو لها تأثيرين أحدهما يؤدي بالزيادة والآخر يؤدي إلى النقص يتم التعبير عن الزيادة وعن النقص من خلال المدين والدائن ويتم ذلك من خلال الشكل التالي أن كل عملية مالية لها تأثيرين طرف حصل على القيمة ويجعل مدين لأنه أخذ القيمة ونكتب قبل منه كلمة من ثم نكتب كلمة حساب ثم نكتب الحساب وليكن مثلا حساب البنك إذا تم إداع مبلغ لدى البنك وهذه العملية أيضا لها جانب آخر يعبر عن طرف فقد القيمة فطالما أن هناك من حصل على القيمة فلابد أن هناك من فقد هذه القيمة ويجعل دائن لأنه فقد هذه القيمة ونكتب قبل منه كلمة إلى ثم نكتب كلمة حساب ثم نكتب الحساب وليكن مثلا حساب رأس المال إذا كان صاحب المنشأة قد قدم إلى المنشأة رأس المال إذن نلاحظ أن العملية الواحدة لها تأثيرين أو جانبين أثر على جانب أيمن وجانب أيصر الجانب الأول كان مدينا والجانب الآخر كان دائنا بدلا من التعبير عن كلمة الزيادة والنقص نعبر عنهم بكلمة مدين وكلمة دائن نستطيع أن نقول أن البنك مدين وحساب رأس المال دائن أيضا يمكننا أن نستفيد من فكرة طبيعة الحساب التي سبقت الإشارة إليها عند الكلام عن الحسابات كأساس للقيد المحاسبي فقلنا أن الحسابات الموجودة في الجانب الأيمن من معادلة المحاسبة كانت ذات طبيعة مدينة إذن حسابات الأصول والمصرفات طبيعتها أنها مدينة بينما أن الخصوم وحقوق الملكية والإرادات التي كانت موجودة في الجانب الأيصر من معادلة المحاسبة كانت طبيعتها دائنة وقلنا أنه عند الزيادة وأيضا عند نشأة أي حساب فإنه يكون في نفس الجانب الطبيعي أن يصبح الأصول والمصرفات عند نشأتها أو زيادتها تكون مدينة بينما أن العكس عند الخصوم وحقوق الملكية والإرادات وعند النقص أو الإلغاء يتم عكس الجانب الطبيعي للحساب فالمدين لكي يتم تخفيضه يجعل دائن بينما أن الدائن لتخفيضه يجعل مدين إذن نحن من خلال هذا الجدول نستطيع أن نقوم بإثبات كل العمليات التي تحدث داخل المنشأة من حيث أن لكل عملية لها تأثير إما أن هذا التأثير قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص ونحدد طبيعة الحساب فإذا كان هذا الحساب أصل أو مصروف الزيادة مدين والنقص دائن إذا كان هذا الحساب خصم أو حق ملكية أو إراد فإن الزيادة دائن والنقص مدين نأخذ على ذلك مثال بسيط صفحة 45 يقول أن محمد أسس منشأة لبيع السيارات برأس مال قدره 250 ألف ريال تم إيداعها في حساب جاري في البنك باسم المنشأة نلاحظ الآن أننا نتحدث من وجهة نظر المنشأة ونريد تحديد الطرف المدين والطرف الدائن لتبسيط هذه العملية يجب أن نفهم أننا نتحدث عن وجهة أو من وجهة نظر المنشأة المنشأة تمثل في هذه الحالة أنها أخذت من مالك المنشأة مبلغ 250 ألف تم إيداعهم البنك إذن البنك حدثت به زيادة إذن نسأل أنفسنا البنك ده طبيعة إيه؟ البنك أصل والأصل طبيعته أنه مدين وحدثت به زيادة الزيادة تكون في نفس الجانب الطبيعي طيب مالك المنشأة عندما قدم لها مبلغ 250 ألف ذلك يتم التعبير عنه بإسم حساب رأس المال رأس المال هو الآخر حدثت به زيادة طب رأس المال ده طبيعته إيه؟ طبيعته أنه حق ملكية وحق الملكية طبيعته أنه دائن ولزيادته يكون في نفس الجانب إذن بناء على ذلك نقول أنها عملية إداع رأس المال بالبنك هناك طرف حصل على القيمة هو البنك لأن المبلغ تم إداعه به إذن البنك يجعل مدين ونكتب حساب البنك وقبل منه كلمة من لتعبر عن أنه مدين على الجانب الآخر هناك طرف فقد القيمة هو صاحب المنشاة ويمثله حساب رأس المال إذن يجعل الطرف الذي فقد القيمة دائنا لأنه أعطى ونكتب اسمه وقبل منه كلمة إلى وكلمة إلى تعني أنه طرف دائن إذن بناء على ذلك فإن الطرف الذي حصل على القيمة هو البنك لأن المبلغ تم إداعه به وهو أصل والطرف الذي فقد القيمة هو صاحب المنشاة ويمثله حساب رأس المال ونلاحظ أننا نختصر كلمة حساب إلى ح شرطة ثم نكتب اسم الحساب لتبسيط العملية الكتابية وحساب رأس المال هو حق ملكية جنان على ذلك يكون الطرف المدين هو حساب البنك وهو يمثل زيادة في أحد الأصول وهذه الزيادة كانت بمبلغ 250 ألف ريال الطرف الدائن بنفس القيمة وهي 250 ألف ريال وهو حساب رأس المال لأنه يمثل زيادة في حق ملكية بنفس المبلغ إذن نلاحظ أن هذه العملية لها تأثيرين تأثير مدين وتأثير دائن التأثير المدين كان زيادة في أصل والتأثير الدائن كان زيادة في حق ملكية الأصل مدين ولزيادته جعل أيضا مدين وحق الملكية دائن ولزيادته جعل أيضا دائن نستطيع أن نستفيد من ذلك فإن العمليات العشر التي تم إضاحها على أساس معادلة المحاسبة في مؤسسة المغاسر الآلية يمكن تحليلها إلى أطرافها المدينة والدائنة باختصار شديد كما يلي في العملية الأولى كان صاحب المنشأة قد قدم إلى المنشأة مبلغ 800 ألف ريال كرأس مال تم إدعوهم البنك نلاحظ أن الطرف المدين هو البنك والسبب أن البنك هذا أصل زاد فيصبح مدينة لأن طبيعته مدين ومن قدم المبلغ هو رأس المال وطبيعته أنه دائن لأنه حق ملكية وبالتالي عند زياداته يصبح دائن في العمليات الثانية تم شراء مبنى من خلال 100 ألف تم سحبهم من البنك نلاحظ أن المبنى يزيد فيصبح مدين لأنه زيادة في أصل وفي نفس الوقت أن البنك أصل هو الآخر ينخفض إذن يصبح دائن لأنه نقص في أصل في العمليات الثالثة تم شراء أيضا عدد وآلات وهي أصل والأصل مدين ولزياداته يجعل أيضا مدين بينما أن هذا المبلغ سحب من البنك إذن البنك ينخفض لأنه نقص في أصل فيصبح دائن في العمليات الرابعة تم سحب مبلغ 120 ألف من البنك وإدعوهم الصندوق إذن الصندوق كأصل زاد فيصبح في نفس الجانب الطبيعي له مدين بينما أن البنك ينخفض أيضا لأنه نقص في أصل في العمليات الخامسة تم الحصول على أثاس بمقدار 60 ألف والأثاس أصل والأصل مدين وعند زياداته أيضا يجعل مدين لكن هذا الأصل تم سداد ثمن أو جزء من ثمنه وهو 20 ألف من خلال البنك وبهذا يمثل نقص في أصل بينما أنه تبقى مبلغ مستحق على المنشأة مقداره 40 ألف ظهر له دائنون والدائنون خصوم والخصوم ذات طبيعة دائنة ولظهورها أو زياداتها يوجد تكون أيضا دائنة في العملية السادسة حصلت المنشأة على إراد فالصندوق زاد والصندوق أصل وزيادة الأصل يكون مدين وهناك إراد والإراد دائن ولزياداته يجعل أيضا دائن في العملية السابعة تم سداد الرواتب الراتب نفسه مصروف والمصروف مدين ولزياداته يجعل مدين بينما أن الذي دفع هو الصندوق والصندوق أصل هو نقص وبالتالي يصبح عكس طبيعته فيصبح دائن في العملية الثامنة تم تقديم إراد لشركة الخزام وبالتالي ولم تدفع شركة الخزام المبلغ المستحق عليها فتصبح مدينة وهذه تمثل زيادة في المدينون والمدينون أصل وعند زيادة الأصول تكون بطبيعتها مدينة في الجانب الآخر أن هناك إراد إرادات الغسيل بالمبلغ اللي هو 30 ألف والإرادات دائنة ولزياداتها أيضا تجعل دائنة في العملية التاسعة تم سداد مبلغ للدائنون شمسان وبالتالي حدث لهم انخفاض فطبيعتهم دائنة ولتخفضهم يتم عكسها فجعلها مدينة فتصبح الدائنون شركة شمسان مدينة لأنه نقص في خصم وتم سداد المبلغ عن طريق البنك والبنك أصل مدين ولتخفضه يجعل دائم في العملية الأخيرة تم تحصيل جزء من المستحق على المدينون وهي شركة الخزامي عن طريق النقدية بالصندوق فالصندوق أصل وحدثت به زيادة فيأتي في الطرف المدين لأنه زيادة في أصل والذي دفع لناهم شركة الخزامي وهي المدينون وعند سدادهم مبلغ مستحق عليهم يتم تخفيض قيمتهم أي أنه يتم تخفيض أصل ولتخفيض الأصل لأنه طبيعته مدين فيتم جعله دائنا لإثبات النقص به نلاحظ دائما أنه يجب طبقا لقاعدة القيد المزدوج أن لكل عملية طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن